قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم صدق الله العظيم عن أبي هريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم فعملا بهدي كتاب الله جل وعلا واتباعا لنهج رسوله صلى الله عليه وسلم كان لزاما علينا أن لا نترك دماء شهدائنا تذهب أدراجا ريهة عبتا وهباء وأن نترك تضحيات شعبنا تضمحل ثم حاب صباحا ومساء في خضم الحوادث وملمات والمستجدات من النكبات فإنا نعاهد ربنا ونتعاهد مع إخواننا أن نحفظ ما ينوى تضيعه ونحيي ما يراد تشيعه ونصون المكتسبات ونرعى المقدرات ونجمع في ذلك الأياد على متاقنا هذا أن الشعب الليبي دينه الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع وكل قانون يخالفها يقع باطلا ونحن منه براء أن كل ما يُعقد الاتفاق عليه يجب أن يكون محل رضا وقبول عند جمهرة علماء ليبيا من الناحية الشرعية أن السيادة الليبية أمر محتوم لا تفريط فيها ولا تفاوض عليها بحال وأن فرض حكومة من قبل المجتمع الدولي أمر بمتابة الاحتلال للبلاد وانتهاك للسيادة وتحوله من دور الناصح المرشد إلى الآمر الموجب لأجندته هو خدش في مهانيته وطال في مصداقيته إن توار المنطقة الشرقية في بنغازي ودرنة واجدابية هم ركيزة طورة فبراير وحمايتها وحماتها والمدافعون عن مبادئها شرق ليبيا وتوار الجنوب وتوار المنطقة الغربية صمام الأمان للبلاد إن مشروعي داعش وحفتر على حد سواء مشاريع إرهابية وهما مشروعات أو رمضادة أوجدت لجهاض ثورة الشعب على استدادية التقاء رفض التدخل الأجنبي رفضا باتا جملة وتفصيلا باختلاف أشكاله وأن شعارات التهديد والتلويح غير مقبولة في ذلك البتة وما أفعاله وتموهيهات الإيطالي باولو سيرا إلا محاولة فاشلة لخلق نموذج جديد للاحتلال وفرض الدول الوظيفية بالقوة وهذا ما لا يمكن القبول به أبدا رفض شعارات التلويح والتهديد بلواح العقوبات ضد أبناء تورة فبراير وملاحقاتهم دوليا الرفض الجازم لمشاريع حكم العسكر والمشاريع الانقلابية جملة وتفصيلا إن التوار هم الجزء الأساس الذي لا ينفك عن بناء قوات الأجهزة العسكرية والأمنية هذا وبالله التوفيق وربنا الهادي إلى سواء الطريق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربنا افتح بيننا وبين قونا بالحق وأنت خير الفاتحين عاشت ليبيا واحدة موحدة موحدة الله أكبر الله أكبر